إذن بعد ما تعرفنا لعملية تصدير الابليكيشن لنظام تشغيل ويندوز فنحن راح نبدأ نتعرف هذا الفيديو لتصديره لنظام تشغيل اندرويد وكذا الحال راح يكون عندك على ios بشرط انه انت طبعا تقوم بعمل run على الابليكيشن مالتك يعني تعمل connect على الماك ويندوز بشكل مباشرة راح يبدأ يأخذها بنظر الاحتباء راح نبدأ نستخدم command line لعملية انشاء الكي ستور وطبيعة الهالي تذهب هنا على learn microsoft هنا بشكل مباشر learn microsoft.net maui او يمكن تكتب على google search.net maui يعني learn.net maui يعني الموقع الرسمي الخاص في tutorial هذا يمكن ان يظهر لك هنا في start يعني هذا هو documentation يعني قائمة start اوكي فتذهب هنا للأسفل راح يشوف عندك هذا ال command line هذا راح نبدأ احنا نعطيه لعملية انشاء key store اللي تستخدم فيها ذات ما تصمع عندنا في key tool ثم على ذلك نعطيه اسم file name واليليس key name ونوع التشفير والsize طبعا والvalidity مثل ما تلاحظه اللي هو تكلمنا احنا عن الحقول الرئيسية الخاصة في key store هي هذه نفسها طبعا اوكي اوكي ا.. اوه.. رح ابدي ااخذ هذا اللي هو name الخاص في اسمه myapp لاتلاحظه هذا هو myapp اوكي وهذا اسم الفائل هو نفسه myapp dot key store فرح ابدي ااخذ هذا كترال c وارجع واذهب طبعا على czy terminal يمكن إذا هنا على view أقوم بعرض الترمينال من هنا هذا هو الترمينال developer الترمينال أقوم بوضع كترة الفي كاف وان يعني لم يتم عملية نسخه في الدرجة الرئيسية أوك أوك فمثل ما تلاحظ انه هذا الkey tool هي موجودة عندنا في jdk بالدرجة الرئيسية فهنا ضمن الkey store تقوم بيعطاء اسم الkey هذا عندك اسم الkey بطبيعة الحال يعني مثلا my app تقوم بتغيير مثلا my app الى اسم الkey اللي انت تريده اضافة لذلك تقوم بيعطاء اسم الاليس الخاص فيك اللي هو الاسم البديل وتقوم بيعطاء validity هنا يعني هذي رح تكون طبعا في ال years في السنوات بعد ما تأكد من هذه الامور تضغط على enter رح يطلب من عندك الباسورد تقوم بيعطاء باسورد اقل شيء ستة يعني ستة ارقام بعد ما تعطيه بهذا الشكل تضغط على enter رح يبدي يطلب من عندك تعيد كتابة هذا الباسورد بطبيعة الحال قل له enter رح يطلب من عندك اسم الاول تقوم بيعطاء الاسم الاول مثلا والاسم الثاني مثلا وهكذا يعني معلومات عامل تاخذها بنظر الاحتبار organization مثلا تقوم بيعطاءها اوكي مثلا name of organization مثلا عندك name of city مثلا ايضا تاخذها مثلا خلنا نعطي city بهذا الشكل الاستيت ما لتك تقوم بيعطاء الاستيت لاحظ معلومات كاملة اونا ال contrary code تقوم بيعطاء contrary code يعطيك اخر شيء المعلومات الخاصة فيك ويذكر من عندك اذا كانت هذه المعلومات صحيحة اكتب لايس اوكي نكتب لايس انه اوكي المعلومات هذه راجعتها وصحيحة حتى ياخذه بنظر الاحتبار في انشاء هذا الكي لايس وانتظر بعض الوقت تم انشاء هذا الكي بنجاح الان هذا الكي وين انشاء ايلك حتى تبدي تحتفظ فيه في مكان يعني امن فترجح هنا open folder in file explorer اوكي ثم ذلك ترجح هنا على هذا هذا هو الكي تمام هذا هو الكي الخاص فينا اللي هو سمينا my app my app key store نوعه الخاص فيه اللي هو key store file هذا طبعا كي جدا مهم انت تحتفظ فيه بطبيعة الحال طبعا هل تستطيع ان تقوم بفتحه هذا هو الكي مشفر بشكل كامل اوكي طيب الان هذا الكي انا راح ابدأ استخدمه في عملية تسجيل ال application كيف راح ابدأ اسجل ال application بكل بساطة راح ارجع على ال documentation الخاصة في معه انزل الاسفل تماما هنا في الاسفل راح اشوف عندك مجموعة للامور هذه هي property group اخذها copy نسخ وارجع ادخل هنا على المشروع هذا المشروع مثل ما تلاحظه انقر علي double click راح يبدأ يفتح لك اللي هو تعطي الاسدك تفاصيل الاسم الاسم يعني تفاصيل كاملة انزل الاسفل تماما واضح هذا الكلام عندي هنا اللي اخذت نسخ هذا طبعا هو يتكون عندك من مجموعة من الامور اول شيء ال condition الشرط الخاص في عملية ال building عملية ال انشاء ال application راح يكون على ال target framework هذي android اوكي يكون android ويكون configuration هو release بمعنى لازم اغير هذا لازم اغير هذا الى release مثل ما ذكرنا واغير deployments multi على android لازم تعطيه الجهاز المعني حتى ياخذه بنظر الاحتبار اوكي اقوم باختيار مثل انا عندي جهاز اقوم باختيار هذا الجهاز فالان اتمامت انا الشرط الاول لعملية الانشاء انه انا على release وايضا عن الاندرويد فتمام وكل شيء عندي تمام الان لازم تعطيه ال key store وتعطيه ال area وتعطيه ال password فمثل ما تلاحظ ال key store multi هو هذا هو لما تعطيه هيا بهذا الشكل يبدي يبحث بشكل مباشر عن المسار اللي احنا شفناه هو هذا بالضبط يعني يرجع بشكل مباشر ويبدي يبحث في هذا الفولدر فهذا الاسم multi اللي هو my app key store هذا هو my app key store اوكي ال alias multi كان اسمه my app اذا تذكره هذا هو في الاسفل اللي احنا اعطيناه هذا ال alias alias yeah my app اوكي وهذا ال key store my app key store اوكي وال password هو رح يبدي ياخذه بشكل مباشر من الملف ويمكن تعطيه هيا ما في اي مشكلة لكن رح يبدي ياخذه بشكل مباشر من الملف وكذا الحال مع هذا اوكي بعد اتمام هذه العملية بشكل كامل بعد اتمام كل هذه التفاصيل بعد اتمام كل هذه التفاصيل ابدى اعمل ريبلد على المشروع المالتي من هنا اوكي وانتظر بعض الوقت الى انه تتمع عملية عندي بنجاح وبدون اي مشاكل يمكن تاخذ عندك طبعا بعض الوقت ما في اي مشكلة بعد اتمام عملية طبعا عملية عادة البناء فالآن اعمل ران على الابليكيشن على المشين المقابلة فلازم تعمل ران على الابليكيشن بالنسبة للمشين المقابلة فرح يبدي ياخذ بنظر للاحتبار عملية انشاء الملف الملف يعني سواء كان الاي بي كيو حتى بالنسبة للباندل بنفس الوقت كملف مسجد يعني انتم عملية تسجيله عن طريق الكي اللي احنا وضعناه هنا بطبيعة الحال مثل ما ذكرنا لا تنسى انه هذي الخيار رح يكون عندك release على المشين المعنية ثم انتظر بعض الوقت الان انتم عندك عملية انشاء الملف إذن بعد اتمام عملية يعني تشغيل التطبيق على المنصة المعنية فالان اذهب هنا بشكل مباشر وابدي افتح الفولدر مع ذلك اذهب هنا على ال bin بعد ذلك هنا اذهب على release وعلى الاندرويد اذا كنت على iOS نفس الكلام على اندرويد رح تشوف عندك الملفات ذات الصلة مثل ما تلاحظ الان امامك وهو ملف ال apk هذا الملف القابل للتثبيت والتنصيب وملف ال aap بطبيعة الحال ملف ال apk وملف ال aap هذا الملف هو مسجل بطبيعة الحال اوكي يعني تمت عملية تسجيلة خلينا نبدو نعرضه بهذا الشكل حتى يكون عندك واضح الان امامك هذا هو الملف المسجل يقولك هنا signed اوكي يعني تم انشاء الملف هذا بعد تسجيله عن طريق ال key ليس هذا الملف انما هذا اوكي تم انشاء الملف بعد عملية تثبيته بطبيعة الحال فهذا الملف اللي انت رح تبدي تتعامل وعود وتباشر في عملية نشرة على متجر التطبيقات اما بالنسبة للمتاجر اللي تقبل ال apk فانت رح تبدي ترفع هذا الملف